يمكن هذه الفقرة هي فقرة من أكتر فقرات المحببة إلى قلبي الحقيقة ببسط جداً لما لقي مجموعة من طلاب في أي كلية أياً كانت أي تخصص وأي مجال أياً كان لكن إحنا في فقرتنا النهاردة هم طلاب في كلية الهندسة جماعة النهضة ابتكروا أو مش ابتكروا خلينا نقول طبقوا من خلال المشروع تخرجهم إنتاج أول نظام حمولة فضائية مصري بيعتمد يعني المصطلح غريب شوية بس هنفهمه مع حضراتكم بيعتمد على الذكاء الاصطناعي كوحدة لمعالجة الصور يمكن الكلام كبير أبو مصطلحات كتير قوي بس هنعرفها طبعاً بالتفصيل بالزبط يعني يمكن زي ما ضيفنا دردشنا معامل شوية وقال النظام ده ببساطة شديدة إحنا عندنا الأقمار الصناعية بتلتقط صور طول الوقت ممكن تشوف من خلالها كل المساحات اللي موجودة على الأرض لكن هل الصور دي بتتحلل أو بيتعمل لها داتا أنالسز أو بيتم تحليل بياناتها وهي بتتصور ولا الصور دي بعد ما بتروح للقاعدة بتتحلل هي دي النقطة اللي اشتغل عليها تلامزتنا في هذا المشروع مشروعهم تحديداً بيهدف ليه تحليل هذه الصور على الأرض يعني يعرف الحتة دي فيها أراضي زراعية الحتة دي صالحة للإستخدام الحتة دي فيها تعديات عن الرقعة الزراعية هيشتغلوا عليها من خلال تقليل الوقت المستغرق في معالجة الصور في المحطة الأرضية وتبقى الموضوع نوتيفيكيشن أو إشعارات بتجيلنا فوراً بتحلل هذه البانات ضفنا النهاردة المهندس علي عبدالعال مهندس الاتصالات والحاسبات والمسؤول عن الفريق البعثي اللي عمل هذا المشروع أهلاً بيك يا بشبانس منورنا النهاردة في صباح القرية بصر أهلاً بيك أهلاً بيك يا فشمهندس علي طيب مصطلحات كتير قوية مصطلحات الدكاءة الاستنوعية كمان تحديداً بتكون شوية بوربكة وجديدة على ما سمعنا فاشرح لنا كده احنا من المحط بيسمع عن صورة من أقمار صناعية المفروض أن الصورة يعني واضحة ومحللة وبياناتها واضحة يعني صورة جاية من الساعة العيد أو من القمار الصناعي فكرة أنه بقى كمان تحليل الصورة دي نقطة مهمة فخلينا نفهم منك ومان نسبنا الأقمار الصناعية كل ده أصلاً في حد ذاته الكتير مننا ده في حد ذاته ذكاة الصناعية فنحن أصلاً نحليلها كمان بذكاة الصناعية خلينا نفهم القصة دي وتشرحها لها وتشرحها لستنا مشاهدين طبعاً يعني إحنا خلينا ناخد الموضوع ببساطة وثلاثة أكتر من كده نبدأ من أول كلمة الاستشعارة عن بعد وهي زي ما قلنا حضراتكم الأموار الصناعية اللي بتلف حوالين كوكب الأرض ووظفتها تصوير كوكب الأرض وتصوير المناطق اللي إحنا بنحددها لها وبعد عملية تصوير إحنا بنبدأ نجمع البيانات لما بقول هنا تصوير يعني الكاميرا المستعدمة والكاميرا المستعدمة هنا دي بيبقى معصوب بيها نظام الحمولة الفضائية بتاع الأمر الصماعي كل ما تم في الطبيعي وفي العادي اللي كان بيحصل أن الصورة بيتم تصويرها عن طريق الأمر الصماعي ثم بيتم إرسلها للمحطة الأرضية ليتم معالجتها في المحطة الأرضية وبعد كده بيتم السحراج معالجتها ليه تحليلها بالظبط معالجة الصورة سواء كان تحسين جودتها سواء كان السحراج بعنات منها حسب الهدف المحدد اللي أنا عايزه من الصورة دي بالظبط لكن إحنا في الأيام اللي احنا فيها دي بدأنا نشوف تحدات كبيرة جدا بتواجهنا زي تحدات التغير المناخي تحدات الأمن الغذائي تحديات السر والسماكية فكان في سباق الفضاء لازم يكون عندنا حاجة بتساعدنا ان احنا ناخد اكشن سريع بتساعدنا ان احنا بتحمينا بتساعدنا ان احنا نجمع معلومات بشكل أسرع فكان الهدف ان انا عايز فوق اخلي الامر الصناعي بتاعي يصور الصورة وهو بيلف وحوالين الارض وبعد ما بيصور الصورة بيستخدم برمجيات الزكاء الاصطناعي عشان يحلل الصورة ويطلع الهدف اللي انا عايزه منها انا بقى هنا عايزة اقف عندك برمجيات الزكاء الاصطناعي ازاي حتقدر انها تحدد ان القطعة دي من البحر فيها سمك ولا لا ان القطعة دي من البحر فيها غاز او بيترولا لا ان القطعة دي صالحة للزراعة ولا لا مش هو ده المشروع بتاع حضرتك بالضبط اضافة الى برضو ان احنا بنحل مشكلة بتوجه العمار بتاعت الاستشارة نبعد بنسميها الكلاودي اميجيس او الصور المليئة بالصحاب فالبرمجيات الزكاء الاصطناعي احنا في الاول بنبرمجها وبيتم تدريبها على صور مشابهة للصور اللي احنا عايزين نطلعها بعد كده بندي للأمر الصناعي بعد عملية تدريب ما نسميه بالأباليتي تودو السي جميكينج هو يقدر القدرة على صنع قراري بالضبط هو بعد ما اتدرب على ان كل ما يشوف صورة فيها شكل ارض زراعية يقدر يقول لي الارض الزراعية دي فيها مياه بنسبة كذا فيها مباني بنسبة كذا فيها مساحة خضراء بنسبة كذا او يشوف مثلا المسطحات المائية يقول لي نسب المد والجزر بالشكل الفلاني او يشوف مثلا البحار ويقول لي هنا فيه نسبة صروة سمكية بالشكل الفلاني او هنا فيه مثلا عملية صيد جائر حاصرت برضو عندنا جزء خاص بمرأبة الحركات النقل البحري برضو بيتم تطبيقه وزي ما قلت حضراتكو ان هو من فوق بعد عملية التقاتل للصورة يبدأ مثلا يشوف الصورة يقول لي والله يخلي بالك بشكل سريع عند المنطقة الفلانية فيها مثلا مد بشكل كسر طيب باشمانس عشان ممكن استخدمتها كتير لو عدنا نعدها تبقى كتير قوي فباختصار هي فكرة انه اللي كان بيحصل قبل كده انه الاقمار الصناعية كانت طبعا بتبعت الصور دي بيتم ارسال الصور دي من غير اي تحليل لهذه الصور عن او ايه المختلف عن طبيعة المكان اللي تم ارسال منه الصورة دلوقتي يمكن هذا المشروع او هذه الفكرة انه بيتم تحليل او بيتم ارسال تحليل هذه الصورة او ايه المتغير في هذه المنطقة المرسالة طبعا الى بقى ايه كان الجانب المرسل اليه هذه الصورة مصبوط كده جدا وانحنا بنتكلم بقى على هذا المشروع تحديدا انتوا عملتوا ايه كطلاب مع بعض المشروع التخرج عبارة عن ايه احنا كطلاب عدينا بمراحل كبيرة منها المرحلة الأولى أن احنا اترشحنا من طريق الجامعة للتدريب في وكالة الفضاء المصرية بتعمل برنامج سنوي اسمه أمر الجماعات عن طريق برنامج أمر الجماعات بعد ما اكتزنا اختبارات القبول هناك في البرنامج خدنا زي تدريب مكسف على تكنولوجيا العمارة الصناعية ثم بعد ذلك رشحنا إلى التدريب جزء التدريب العملي اللي كان في النهاية بيتم بناءنا عليه تصفيت الفرق إلى مرحلة النهائية وهي مرحلة تنفيذ مشروع التخرج مع وكالة الفضاء المصرية الحمد لله تأحيانا وقتها للمرحلة النهائية في تنفيذ مشروع التخرج مع وكالة الفضاء المصرية بالإضافة إلى أن تم تمويل المشروع من قبل أكاديمية البحث العلمي الأجزاء اللي احنا تم تصميمها زي ما قلت حضرتك أن احنا جزء البرمجيات احنا اللي بنناها بنناها اعتمادا على خلينا نقول للرسائل البحثية أو الأوراق البحثية اللي خرجت من وكالة الفضاء الأوروبية سنة 2020 اللي استخدموها في تصنيع أمر صناعي باسم فاي سات ون الأمر الصناعي الفاي سات ون ده بيؤدي نفس الغرض فيعتبر أن احنا بنستخدم نفس أو مماشينا على نفس المنهج ونفس الطريق في أن احنا نعمل النموذج الخاص بنا عرفت برضو المشروع التي تنفذ من وكالة الفضاء الأوروبية باسم بي اتش آي سات وان صح كده انتوا عملتوا إيه بقى كطلاب مصريين هل استفدتوا من هذه التقنية التي تطورتوها أو خليني دقيق أكتر انت مشروع تخروجك اعتمد ازاي على هذا التطبيق يعني نقلته ازاي أو استوحيت منه الموضوع ازاي احنا استوحينا الموضوع دول عن طريق أن احنا استخدمنا زي بود حدك الأوراق البحثية بتاعتهم فهمنا خلينا نقول الخوارزمات اللي هما بنوا عليها المشروع فهمنا البرمجات اللي هما بنوا عليها المشروع طريقة التصوير والصور المستخدمة وطريقة تدريب الصور أنواع الأنظمة المدمجة اللي هما استخدموها وقدرنا أن احنا نطبق دوت ويعني احنا لحد وقت معنا نموذج أولي بيساعد أن هو يحقق الهدف المراضي ونقص لك قد إيه علشان توصل ده بروتوتيب ده بروتوتيب نقصنا قد إيه فده بيعتمد على أن احنا تقنيات الذكاء الصناعي نعم تقنيات الذكاء الصناعي مش بس كده لكن برضو إحنا إذا ما قدتو حدك أنا معي نموذج أولي مبني على نظام مدمج بسيط جدا مايكرو بروسيسور بسيط جدا ففي حاجات بنسميها أو القابلة لأنها تبقى موجودة فيه في الأمر الصناعي اللي نقص إن احنا نبدأ نتعامل على حاجات من هذا القبيل طيب باش مهندس برضو ده ده خاني أخذك أروح يعني معك لنقطة تانية فكرة التعاون بينك وبين أو بينكم وبين وكالة الفضاء المصرية وفي نفس الكلام برضو في نفس السياق إنه أعتقد إنه بما إنها فكرة مشروع أصلا من وكالة الفضاء الأوروبية فأعتقد كمان لازم يكون فيه تواصل معهم مزموط من ناحية من ناحية إن دي فكرتهم لو هنطبق هذه الفكرة أعتقد إنه لازم يكون فيه تواصل معهم أنا فهم حضرتك لكن هي كانت أوراق بحثية منشورة للعلن بس الفكرة طبقت بالضبط الفكرة طبقت عندهم إحنا كل هدفنا إنه إحنا ناخد الفكرة دي وانطبقها عندنا في مصر نقدر نعمل ده بقا يعني دي دوب إنه إحنا نقدر ناخد الفكرة دي وانطبقها عندنا نقدر نعمل ده إحنا بالفعل نقدر نعمل ده لإحنا هدفنا إنه إحنا عايزين نبقى موجودين في سباق الفضاء بالنسبة للتعاون مع وكالات الفضاء المصرية تمام التعاون بينكم شكل وإيه؟ التعاون بيننا إنه إحنا وكالة الفضاء المصرية ووفرت لنا التدريب ووفرت لنا الإشراف ووفرت لنا المواد المستقدمة سواء كانت برمجيات أو سواء كانت هارد ويرز ووفرت لنا برضو يعني وسأل التنقل لما كان بتاعت التدريب هناك في الوكالة كل أنتو محتاجينه عشان تقدروا تطبقها فيك بالضبط طب وبناء علي أنت شايف نيكس الخطوة المقبلة إيه من وجهة نظرك؟ الخطوة المقبلة من وجهة نظري يعني أنا طموح وعندي طموح جميل جدا في الموضوع دوت لأن وكالة الفضاء المصرية هنا بتوفر حاجة اسمها حاضنة الأعمال لوكالة الفضاء المصرية دي بتاخد الأفكار الابتكارية أو الأفكار النشأة اللي تقدر تشتغل عليها عشان تعمل بها شركات نشأة بعد كده في مجال الفضاء فإحنا طموحنا إن شاء الله عن طريق حاضنة العمال نبدأ ندخل هناك ونشتغل ويبقى عندنا شركة نشأة مصرية بتتعمل فيه انتاج برمجات الزكاء الاصطناعي الخاصة بالأمور الصناعية طبعا إيبا شمانس إحنا فخورين بيه جدا وبنتمعنا لك كل التوفيق أنت وزملائك في هذا المشروع ويعني سعادة إنه يكون فيه عندنا شباب بتفكر كده في مشروعات مختلفة وخاصة في مجال الفضاء يعني إحنا محتاجين إحنا نكون بنسابق الوقت فيه كمان بشكرة جزيل الشكر طبعا المهندس علي عبدالعال مهندس اتصالات وحاسبات والمسؤول عن فريق البحث مشكرة جزيلة شكرا